كنا موجودين في مكان ما مكان فتاح القيادة العامة وإذا التلفؤون أحضروا إلى قيادة الفرقة أجيد كان قائد الفرقة رئيس أركال الفرقة رئيس شعبة العمليات رئيس شعبة الإمداد وأنا لله عبد وقائد مجموعات الإسناد الإداري رحمة الله عليه وقائد مجموعة الاتصالات يعني حوالي سبع أشخاص يعني هذا يعتبر من الرتب العليا في المجموعة هذه القادة القادة الفرحيين يعني عندك قائد فرقة رئيس أركان فرقة الآن قادة الشعب في قيادة الفرقة وقادة وحدات الإسناد اللاسلكي والإسناد الداري والإسناد الهندسي طبعا عادة لما بدعوكم ما بيقولوا لك ليش داعي لا قالوا تحركوا بسرعة في أمر عاجل هو المفروض يكون معروف يعني هذا أثناء الحرب أثناء الحرب وصلنا نعم ولا بقولوا جلالة الملك متحرك في الطائرة لعندنا جلالة الملك السين رحمة الله علي فعلا ربع ساعة أقل وإلا الطائرة جاية نزل استقبلوا قادة الفرقة سلم علينا جلسنا في الصيوان ظروف ميدانية كراسي البلاستيك البسيطة الصغيرة وطاولة وسط عليها غبرة يعني نكون في الميدانية طبعا سلم علينا بأريحيته بابتسامته حتى شيل الحواجز وأنا أذكر هذه الحادثة وهذا كان فيه طبعا نعم أنا أذكر هذه الحادثة لأنه حدث فيها نقطة غير مخطط إلها فبدأ يتحدث عن رؤيته لما يجري إنه هذه كارثة حلت بالأمة العربية العراق رح يتدمر العراق لن يستطيع مواجهة أمريكا اترك خمسين دولة أو ثلاثين دولة أنا ما بهمني الدول المشاركة مع أمريكا أنا بهمني أمريكا والقدرات الأمريكية وانتوا عسكريين بتعرف شو أمريكا العراق امتهى العراق تدمر فتحدث بألم وبحرقة حتى بداية الحديث جابوا الشاي الكسات الشاي التقليدية فهو كان مدخن شرح مدخن مارو البورو أحمر سألنا بالدخن ما حد حكم طال الدخان وضعه قال إذا بالدخن يا بطوله دخانك يا بطوله دخانك يا بطوله من دخاني وولا السجارة فكنا نحيش معاه في نوع من الأريحية طبعا حالته احترامه تقديره كملك إلي موجود لكن أتعامل معاه بأريحية لأنه هو بمنحني هذه الأريحية فبصير فيه نوع من المودة والألفة يعني بتحس وانت بتحكي معه كان انتوا يا أصدقاء مش أنا مقدمه ملك قائد أحلى لا يمنحني الأريحية والإحساس بأنه أنا أتحاور مع صديق فبعد ما حكي عن مجمل الوضع قوله بقول أنا بدي أروه على العراق بدي أشوف صدام وأقنعه بأي طريقة إنه ينسحب قبل تدمير العراق فكان إنه زميل اسمه أحمد عودي محارب ولحق أخص كان عضو في مجلس النواب صدرت منه كلمة عفوية قالوا والله ما بتروح فهذه الكلمة هي كلمة عشيرة آه هذه هي انطلاقا من الأريحية اللي بتعيش إحنا وإياه إحنا منحكي إنت تقول للملك والله ما بتروح يعني كد ما كانت الأريحية ما تزبطش فالملك تتاجع في الجواب والضابط أصغط في إيده كيف تلعت الكلمة بس الضابط ذكي جدا قالوا يا سيدي أنت بدك تركبها السيارات وتروح بهالليل على بغداد شو بعرف الطيارات الأمريكية إنه هاي سيارة الملك حسين واللي سيارة إحمد عودي محارب والله ما بتروح لأنه نحن كمان بحاجتك فالأمر يعني عدى بصورة سلسة وبطريقة النقطة وكانت تعبير جميل جدا من الضابط عن محبته للملك والملك أخذ الرسالة بهذه المقاربة